بدأ ضخ الأموال وبدأ انتشار صور المرشحين على جدران بغداد وباقي مدن العراق قبيل المراثون الانتخابي الذي بقي على موعده أقل من شهر حملات دعائية خصصت لها مبالغ وصفت بالخيالية لتمكين نفس الوجوه السياسية المعروفة من الظفر بمقاعد البرلمان التي تسيطر على معظمها الكتل السياسية الحاكمة لا جديد في هذه الحملات إلا في بعض التفاصيل الفرعية مثل قطاعات الطباعة والتصوير والمونتاج وما يرتبط بها من مهن وأعمال نشطت بفضل المال الانتخابي الذي ينفقه المرشحون وداعمون وائحهم من أحزاب وشخصيات متنفذة في إطار الحملات الدعائية لترويج أسمائهم فلا قلق يبدو على مستقبل المرشحين الأسواق التجارية وشركة الدعاية والإعلان نشطت بشكل متصاعد بسبب الانفاق الانتخابي المعلن وغير المعلن وذلك على همش التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني عشر من آيار المقبل الحملة الانتخابية الجارية تأتي في ظل إهمال تام لقانون الأحزاب المقرر في البرلمان قبل نحو ثلاث سنوات لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وضعف رقابة مفوضية الانتخابات على الدعاية الانتخابية التي بدأت قبل أسابيع من خلال الطرق ملتوية للمرشحين انطلقت من المناطق الفقيرة والعشوائيات جنوب العراق ولم تنتهي بالمدن المستعالة من تنظيم الدولة في شماله وغربه المكتظ بالنازحين ومعدمي الحال صحيفة الأخبار اللبنانية تشير في تقرير لها إلى أن كل من قائمتين نور المالك وعمار الحكيم هما الأكثر انفاقا على حملاتهم الانتخابية اذتراوحت بين الشراء صفحات تحظى بشعبية على موقع فيسبوك وبين دعم مرشحين غير معروفين بمبالغ تصل إلى 90 ألف دولار أمريكي للمرشح المال السياسي هو سيد الموقف قبل الانتخابة المقبلة إذ أن من شأنه أن يؤثر بنسبة 70% في مسألة الترويج للمرشح بحسب النائب في تحالف القوى محمد عبدربو جل ذلك المال يسخر في استغلال العوز الموجود لدى الناس وشح الخدمات الأساسية لشراء صوت الناخبي بأزهد الأثمان ترجمة نانسي قنقر